بفضل تدخل عناصر الدرك الملكي بيتازا تم أول أمس توقف أربعة أشخاص ينتمون لما يشبه في كونها عصابة إجرامية وذلك على إتر اعتداءات بالسلاح الأبيض وسرقات أموال ورؤوس ماشية بمناطق تازا وأكنول وتونات وخنفر هذه العملية جاءت بعد التواصل بشكاية من أجل الاعتداء المقرون بالسرقة تم على إترها فتح بحث أفضى إلى وضع حد لنشاط المشبه فيهم وقد أصفرت الأبحاث الجارية وذلك تحت إشراف النياب العامة المختصة عن إيقاف أربعة أشخاص وحد مجموعة من الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى ثلاث سيارات اثنان منهم مزورة ومبالغ مالية حصيلة عملياتهم إجرامية زيادة على هواتف نقالة كما تم استرجاع بعد الماشي المسروق بلغ الدرك الملكي أوضح أن المشبه فيهم كانوا يتنقلون على متن ثلاث عربات ويقلون باحثين عن وسيلة نقل على الطرقات قبل أن يعمدوا إلى تكبيلهم وتجريدهم من ممتلكتهم وقد تم تقديم المشبه فيهم إلى النيابة العامة بتزا في حين لا زالت الأبحاث جارية لتوقف الباقين